موسيقى توفر الإدارة لكل سياجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقوته وجبة جيدة نوعية وحسنة الإعداد والتقديم ولا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة هذا ما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصى بها المؤتمر الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جناب عام 1955 يثير ملف السجون العراقية قلقا واسعا لدى منظمات ورجان حقوق الإنسان لسيما منف التغذية في ظل حديث عن رداءة ونقص الطعام المقدم للنزلاء لسبب شبهات فساد في العقود المبرمة بهذا الخصوص حيث كشفت مؤخرا لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ومنظمات حقوقية كشفت شبهات فساد تتعلق بالطعام المقدم في السجون الأمر الذي دعا هيئة النزاهة العراقية لفتح تحقيق في القضية ما بين سبعين إلى مئة ألف سجين عراقية يعانون انتهاك حقهم في الطعام ما تفاصيل قضية طعام السجون في العراق وما الانتهاكات التي يعانيها السجناء ومن يتحمل المسؤولية القانونية في هذه القضية هذا ما سنناقشه اليوم في برنامج من حقه تحت نصب الحرية في العاصمة العراقية بغداد خرجت هذه العائلات سعيا وراء حرية أبنائها أباء وأمهات اشتعلت رؤوسهم شيبا وهم ينتظرون إقرار قانون العفو العام لينهي سنوات من التعذيب والجوع تعرض لها أحبابهم جراء تهم كيدية واعترافات بالإكراه ألقت بهم في غياهب السجون على حد قولهم هذا الواحد والواحد الله وبرقه بتأربع جهال إجا التقرير الطبي معذب معذب مية بالمية يروح الضابط يقول لهم لا هذا التعذيب هاي لا أثار بي قبل ما يجين للتعقيق والله يعذبوك أصرف لطيهم يا مياد وصله لكن لطيهم يا مياد وصله عما الله أكبر حتى مواجهة هاي المواجهة ما يخلونا ما تطهم أكل خلونا خلونا نطهم لك ما يأكلوها ما يقبلون لا أكل لا مصرف على مود يستفادون يتهم ذو المعتقلين جهات متنفذة مستفيدة من عقود إطعام النزلاء بعرقلة إقرار العفو وعدم تمريره في مجلس النواب تتقاسم هذه العائلات المكلومة قصة مأساوية واحدة وتتشبث بأي أمل ينهي سنوات من الفراق ويجمعها مجددا بفلذات أكبادها لا يزال ملف السجون العراقية يؤرق المنظمات واللجان المعنية بحقوق الإنسان لا سيما ملف الطعم نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية حذر من مجاعة كبيرة بين النزلاء بسبب فساد كبير في عقود الإطعام المبرمة مع شركات محددة دون غيرها نحن طلبنا أنه هذا الملف مفتح لأنه نشعر أنه فيه فساد وقسم من الشركات اللي متعاقدة الآن متعاقدة على سبع سنوات وتعرف جنابك هذا الملف يقبل الفساد يعني مثلا نروح يجبون لحم من هذا المخالف للقانون ما رد أذكره من خلال الإعلان بألفين دينار بينما هو سعر اللحم بسوق 15 ألف هو يسجده بخمسة عشر يقدر يجيب صندوق الطماطة بل فهو سعر صندوق الطماطة بخمسة ألف على سبيل المثال وهذا يمشي على الرزو الأخري فأكوما جاعة صارت بالسجون لا يقف الأمر عند شح الطعام فحسب بل تجاوز ذلك بعيدا ليصل إلى تعرض نزلاء للتعذيب حتى الموت وفق تقارير وصور تكشف عنها بين الفينة والأخرى منظمات إنسانية إلى جانب حالات الابتزاز وفرض أتاوات على أسر المعتقلين لقاء السماح بإجراء الزيارات الدورية تضم السجون العراقية بين سبعين ومائة ألف معتقل وفق إحصاءات غير رسمية تعاني أغلبها اكتظاظا كبيرا ونقصا في المؤن والمستلزمات الضرورية وهو ما دفع وزير العدل الجديد لتشكيل لجنة تحقيق بعد زيارة مفاجئة لأحد تلك السجون قبل أن تستدعيه هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة عرقلة تحقيق بملف فساد يتعلق بحوانة السجون راد المعموري تيرتي عربي بغداد إذن حق السجناء في أطعام موضوع حلقة اليوم من حقي وأناقشه مع ضيفي وأرحب في البداية من بيروت أستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص ومن بغداد البحث السياسي والقانوني الدكتور علي التميمي دكتور علي وسيد مرقص أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج من حقي أبدأ معك سيد بول يعني ما هي أهم القوانين التي نصت على حقوق السجناء في الطعام يعني لو تعرف نحن في مؤسسة جستيسيا الحقوقية لدينا أمام دراسة مستفيدة حول حق السجين في الغذاء والطعام والملبس والمأكل والراحة وإلى ما هناك من وسائل العيش الكريم اللائق بالحد الأدنى وليست هذه بالحد الأقصى أستاذ أحمد وبالتالي إذا استخرجنا فقط بعضا مما تريد أن تعرف للمشاهدين الكرام يعني ثمت على الأقل عشرة موثيق وعهود ومدونات دولية حول حق السجناء في الغذاء وفي المأكل والمشرب السليم واللائق بالحد الأدنى الذي يحفظ الكرامة الإنسانية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 مرورا خصوصا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية لعام 1966 والذي في المادة 11 منه تحديدا يحفظ للسجين حقوقه من ناحية التوفير الصحة اللازمة الجسدية والصحة العقلية ونصل أيضا إلى ما يسمى القواعد العامة لجنيف عام 1955 مرورا بعام 1994 القواعد التي صدرت على المجلس اقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهي تسمى القواعد النموذجية للسجناء عام 1995 عام 1998 طبعا أختصر كثيرا حتى قبل ذلك 84 مناهضة التعذيب هناك اتفاقية دولية تقول ذلك لأن ذلك يعتبر من باب التعذيب مجرد عدم توفير الشراب والمأكل اللازم وحق التدفئة والحد الأدنى من العيش اللائق للسجين هو أيضا من باب التعذيب والاتهاض وأخلص بعام 1985 مع مبادئ بكين حول حماية صغار السن من المجرمين السجناء وصولا إلى 1987 مع القواعد الأوروبية للسجون وسواها أيضا المواثيق الأخيرة التي صدرت وتعتبر من الجيل الجديد من المواثيق الدولية العالمية يعني هذه تبقى حبرا على ورق طالما نحن نشهد ما زلنا في القارن الواحد والعشرين هذه الممارسات التي تطيح بكل هذه المكتسبات القانونية وتجعل أنها فقط هي مدونات على رفوف المكتبات بينما يجب أن تفعل داخل القوانين الوطنية الوضعية المحلية وتصبح نافذة داخل السجن طيب دعني أن تقل إلى السيدة تميمي ومن خلال ما تبعناه في التقرير سيد تميمي دون الغوص لأننا سنتحدث باستفادة عن الموضوع وكل ما يتعلق بالعراق هل ما ذكره السيد بول ينطبق إلى حد ما في العراق وخاصة وتحديدا السجون أعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم دعني أولا أعزي ذوي الضحايا في حادث الزلزال رحمهم الله وأيضا أتمنى الشفاء للجرحة والعثور على المفقودين وأحييك وأحيي ضيفك الكريم وساد المشاهدين أهلا بك طبعا بالتأكيد القواعد الدولية التي نظمت مسائل يعني معاملة السجناء أشار لها الأستاذ قبلي تفصيلا ربما أهمها هي يعني قواعد معاملة السجناء اللي صادرة من الأمم المتحدة عام خمسة وخمسين أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ميثاق العهد الدولي فيه مواد معروفة في هذه المواثيق اللي يعني موقع عليها كل الدول في العراق طبعا يوجد قانون خاص ينظم مسألة السجون والنزلاء يعني يجب أن نفرق بين المحكوم وغير المحكوم يعني المحكوم لا زال موقوفا يعني لم تكتم الأوراقه التحقيقية لم تصدر المحكمة البختصة سواء كانت جنح أو جنايات أو محكمة أحداث قرارا به لكن نتحدث عن الموجودين يتناولهم هذا القانون رقب 14 لعام 2018 قانون إصلاح النزلاء والمودعين طبعا هذا القانون بالمادة 36 فما بعدها تحدث عن لجان تفتيش وتدقيق ومعرفة وبرئاسة مدعي عام أيضا تحدث بالمادة 45 حتى عن عقوبات يعني تطال إدارات السجوب في حالة المخالفة ولجان التفتيش ممكن تكون من البرلمان من الادعاء العام من وزارة العدل نفسها النزاهة طبعا هذه الإشكالية الموجودة في العراق كما طلعنا وشاهدنا هي مسألة التعاقد يعني العقد مع الشركة التي تقوم بالتمويل هذه الشركة التي تقوم بتزويد السجون بالمواد الغذائية هي توجد إشكالية في هذه المواد كما أشار التقرير طبعا وفتحة هيئة النزاهة تحقيق بذلك أنا برأي أنه بإمكان طبعا جهتيا أن تقوم بفسخ العقد استنادا للقانون المدني العراقي المهد 177 طيب دكتور عالي سأعود إلى هذه النقات من طرف واحد واضح الناس سأعود معك لاحقا إلى هذه النقات بأكثر تفصيل ولكن حتى نضع توطئة للمشاهدين حتى نفهم حلقة اليوم حق السجين في التعام أعود من جديد إلى دكتور بول إلى أي مدى يمكن لهذه القوانين أن تكون رادعة فعليا لهذه الممارسات القوانين ليست رادعة إلا بمقدار ما تطبق يعني مرات كثيرة تكون القوانين الوضعية المحلية أعني هي مجرد فولكلور وهي دكور لواقع غير موجود وبالتالي فإن السلطات والدول تستفيد منها للقول أمام المنظمات الدولية وأمام المجتمع الدولي الذي يقيم تجارب حقوق الإنسان في الدول لسيما مجلس حقوق الإنسان واللجان والمقررين الخاصين بأنه يعتمد القوانين اللازمة والمعايير المطلوبة لكن على أرض الواقع هذا هو المعيار المعيار ليس في القوانين يقول أحد المفكرين الكبار كلما كانت هناك قوانين كلما كان هناك فساد وبالتالي ليس القوانين شرط وهنا لا أتحدث عن دولة بعينها نعم إنما أعني أن العبرة في الإفشنسي في إنفاذ القوانين في فاعلية القوانين نعم فإذا هذا السجين كانت لديه أفضل القوانين ولم يكن قادرا على المأكل والمشرب والعيش اللائق داخل السجن من حيث توفير التسهيلات بالحد الأدنى لقضاء حاجته وللتدفئة وللمأكل والملبس فما ينفع بالنسبة له أن يكون هناك قانون وماذا تنفع التقنيات بالنسبة له وماذا يمكن أن نفعل تجاه أوضاع نعرفها تماما نحن محامون نزور السجون نزور السجون في لبنان ونعرف عن السجون العربية وما أدراك ما هناك من حاجات لبل من بؤس وإنعدام للكرامة الإنسانية داخل هذه السجون فيخرج السجين أكثر إجراما مما كان عليه وأكثر حقدا وهذا هو الأهم والأخطر أكثر حقدا على المجتمع مما كان عليه في الأصل طيب أعود إلى سيد علي سيد علي من هي الجهات المخولة برأيك لمحاسبة كل من يقوم بهذه الانتهاكات وكيف طبعا هذا سؤال مهم جدا لأنه القانون العراقي يعني القانون الخاص ستحدث عن القانون الخاص الذي ينظم مسألة النزلاء والمدعين تحدث عن جهات رقابية اللي هي أولا البرلمان لأنه البرلمان هو يراقب السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها أولا والقضاء الإدعاء العام أيضا يستطيع وخصوصا أنه هذا القانون أوجب تشكيل لجنة ثابتة وفق المادة 45-46 منه برئاسة ودعام للاطلاع على واقع السجون فهنا الادعاء يستطيع في حالة وجود هذه الإشكالية أن يفتح تحقيقا بالموضوع لمعرفة الأسباب ويصل إلى العلة في الموضوع وأيضا يجد الحلول هيئة النزاهة أيضا جهة ثالثة معنية بالتحقيق طبعا أستاذ هنا نقطة مهمة مسألة اكتظاظ السجون اكتظاظ السجون أنه إحنا كصدر في العراق في الفترة الأخيرة عندنا قانونين عفو عفو عام أتحدث سنة 2008 قانون 19 وسنة 2016 قانون 27 أنا برأي أمام اكتظاظ حالات السجون والدعوات لإصدار عفو عام يحتاج إلى أنه يصدر قانون عفو عام جديد بصيغة جديدة يعني مثلا ضحايا المخبر السري التعذيب الذي يتحدث عنه التقرير يعني هناك اعترافات بالتعذيب هناك شهادة متهم على متهم الأستاذ رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في منهاج الوزاري نص على مسألة تشريع قانون العفو العام وتعرف حضرتك القانون العفو العامي يشرع بقانون من البرلمان من مجلس النواب فأعتقد أنه هذا الأمر بما أنه نص على المنهاج الوزاري سيأتي يعني تأتي مسودة قانون من السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء إلى البرلمان لتشريح هذا القانون لحل هذه الإشكالية ومسألة الانتماء شوف أستاذ الانتماء نعم الانتماء هل يحاقب عليه القانون يعني تعرف حضرتك انتماء للجماعات الإرهابية لكن لم يقوم بعمل لم ينفذ جريمة لم يعطي سلاح دعنا نتقدم أكثر في هذا الموضوع المحكمة نعم عفونا المقاطعة دكتور علي ولكن لنتقدم أكثر في الموضوع حق السجين في الطعام الذي هو حق ربما يكون إنساني قبل أن يكون قانونيا دكتور بول بالعودة إلى ما تفضل به الدكتور علي وما يدور في العراق من كشف عن بعض تقارير وتجاوزات خطيرة ربما وشبهات فساد في التعاطي مع هذا الموضوع كيف ترى هذا التعاطي في موضوع السجناء في العراق قبل أن أمر للكلمة بأكثر تفاصيل إلى الدكتور علي يعني أنا لا أستغرب كل ذلك لأنني أرى يوميا هذه الحالات وبصفتي مستشارا مثلا لإحدى اللجان النيابية في لبنان طلعنا على حالة السجون اللبنانية والسجن المركزي في لبنان لا يستوعب الضفق الهائل من النزلاء فيه حتى أضعاف أضعاف ما يمكن أن يستوعبه ولا يعني إمكانية لهم لقضاء حاجاتهم هناك يعني حالات رصدناها أيضا في المؤسسة الحقوقية التي أرأسها جستيسيا حول قيام أحد السجناء بقتل للآخر بسبب أنه يعني من نوبات خلال الليل وبسبب اقتزاز السجناء خلال النوم أيضا هالني حاليا أن ثمت عشر أولاد في السجون اللبنانية اليوم دون محاكمة وقضوا شهورا طويلة لبل أن بعضهم قضى سنوات دون محاكمة حتى أن أحد بالغين قضى عشرين سنة دون محاكمة نعم تحدثت عنها الخاصة بلبنان ولكن من حيث متابعتك لأوضاع في كل ما يحصل يعني في العالم العربي وتحديدا العراق الذي هو موضوع حلقتنا اليوم حتى أمر الكلمة إلى الدكتور علي صحيح صحيح ولذلك نعم فأني يعني أود أن أخلص للقول أنه بسبب هذه الحالات التي أعينها فأني لا أستغرب وجود مثيلا لها في السجون العربية وبالتالي فأن المشكلة هي مشكلة تطبيق حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان بالفعل وليس بالقول وبالتصريحات لأن المسألة تكمن ليست في الدراسات ومزيد من القوانين المكدسة نعم بل في التطبيقات العملية وفي المعايير الأخلاقية قبل كل شيء طيب وصلت وصلت هذه الفكرة أذهب إلى دكتور علي يعني تقريبا التساؤل ذاته أمامي الآن بعض الأحصاءات التي تتحدث عن تقديم شكايات تقريبا 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب أيضا يوجد في السجون العراقية ما يقارب 80 ألف سجين في حال يعني هناك من قال أنه في حال اختلاس مبلغ قدره ألف دينار من قيمة كل وجبة الطعام يعني ذلك المجموع تقريبا نحو خمسة ملايين دولار شهريا هل هذا هو الواقع الحقيقي للسجون العراقية حسب متابعتك يعني سيد أحمد قبل ما أجيبك أعقب على كلام الدكتور ماركس المحترم يعني نقطة مهمة جدا أشار لها في توجد يعني حالة في العراق خاصة طبعا لا أتحدث عن القاهرة مثلا في العراق هناك ما كان في السابق عندنا قانون اسمه قانون رد الاحتبار أو حق البريف في التعويض في كل دول العالم السيد أحمد الشخص إذا تم توقيفه ولم يتم الحكم عليه حتى من ينحال للجنايات ويطلع يعني يتم اطلاق صراحة براءة افراج يتم تعويضه إلا في العراق شوف إلا في العراق كان عندنا بالسابق قانون اسمه قانون رد الاحتبار ألغية قبل 2003 طيب نقطة الطعام هي التي تهمنا دكتور علي موقوف لا بس هاي هاي كل لأنه من راح يفقد عزته وكرامته وسمعته وسمعت أولاده ويطلق صراحة طيب هذا نظرة المجتمع على نظرة سلبية ما عندنا قانون رد الاحتبار يا أستاذ أما مسألة الطعام التي تتحدث عنها حضرتك هذا يعني أثارت كل وسائل الإعلام يعني هو لم يعد سرا وأنا برأيي تتحمل الشركة المجهزة الشركة المجهزة هاي وأنا تحدثت لك سيد أحمد قبل قليل أنه بالإمكان فسخ العقد لأن مسألة فسخ العقد حتى بإرادة منفردة يعني هو العقد شريعة المتعاقدين الجهة المتعاقدة وياهم وزارة العدل مثلا هي بإمكانها أن تفسخ العقد قضائيا وفق المارد 177 بالقال البدني لأن الطرف الآخر ديخل بالالتزام لماذا لم يتم فسخ العقد إذن تعطي المرقة أو تعطي الأكل بأكياس يعني هذا شيء غريب استاذر فهذا الأموال والأشياء التي ذكروها قبل بالتقرير هذا هيئة النزاة معنية بفتح التحقيق ووزارة العدل برأي ومجلس الوزراء معنيين بفسخ العقد لأنه ما معقوله أنه انتهاء كل الإثارة والإعلام والأصوات والتظاهرات وتحتاج برأي إلى حل سريع وبالإمكان قانونا يا أستاذ أحمد أن يفسخ العقد من جهة واحدة طيب يعني في انتظار أن تكون هذه الخطوة سرية المفعول هناك يعني منظمات حقوقية وثقت تقريبا في سجن التاجي شمالية بغداد وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية منهم وزنهم تحت الأربعين كيلوغرام وهو وزن غير طبيعي وغير معقول لأي إنسان فما بالك بالسجين صحيح 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 هو هذه أستاذنا الطلاسم من الذي يعني يفك هذه الطلاسم من الذي يكشفها هذه الجهات التحقيقية يعني أبسط شيء أبسط شيء أستاذ أحمد إنه البرلمان ولأنه جهة رقابية ويمثل المجتمع هذا الملف حيلة إلى القضاء واحد هيئة النزاهة التحقيق اللي شرعت به وهي هيئة النزاهة تعمل تشتغل بأسلوب جيد تسترد الأموال تكشف السرقات تكشف الجرائم حملة كبرى في العراق على تعرف حضرتك نعم والجهة الأخرى لإدعاء العام الإدعاء العام هو جهة رقابية وهو يستطيع أيضا أن يفتح كل هذه يعني القنوات التحقيقية أنا برأي قادرة على أن تفعل الكثير وأولها وزارة العدل لأنه الأستاذ وزير العدل أيضا نشاطة يعني إيجابي في المتابع يستطيع أيضا أن يتصرف وصلت الفكرة عليه الشركة ويستبدلها نعم شكرا وأعتذر على المقاطعة أختم مع دكتور مرقص ما هو دور المنظمات الحقوقية المعنية بهذا الموضوع في الحد نهائيا أو على الأقل التخفيف من هذا التجاوز في السجون ولد السجناء الذين ليس لهم الحق كما ذكرنا منذ قليل حتى في الطعام اللائق المنظمات الحقوقية هي تعنى كما مؤسسة جستيسيا في الإضاءة وبالتالي في الكشف عن ذلك وهناك منظمات أيضا أكثر تخصصا وعالمية حتى أنني كنت في برنامج للزيارة في الولايات المتحدة الأمريكية خاص بالسجون وقد علمت أن الجمعيات هناك تتخذ وكالة عن السجناء عن مجموعة من السجناء دون أتعاب وتقاضي الدولة وتقاضي الشركة الخاصة التي تدير السجن على نحو غير سليم سواء من ناحية المأكل أو المشرب أو الملبس أو الراحة أو الرفاهية وسواها وتتقاضي تعويضا من الدولة ومن الشركة الخاصة المشغلة لأنه تخصيصا في ولاية تكساس هناك سجون تديرها القطاع الشركات الخاصة يمكن اقتباس هذه التجربة الرائدة والتعويض تعطيه للسجناء وهذا أمر فريد من نوعه ممكن أن نستفيد منه أشكر ضيفي العزيزين من بيروت أستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقس ومن بغداد الباحث السياسي والقانوني الدكتور علي التميمي ختام هذه الحلقة مشاهدينا من سلسلة حلقات من حقي إلى اللقاء اشتركوا في القناة